من أحكام الحج سين توفيت والدتي في أول شهر رمضان ولم تكن قد أدت فريضة الحج من قبل ولذلك فإنني أنوي الحج عنها علما بأنني لم أؤد فريضة الحج عن نفسي فهل هذا جائز؟ جيم لا شك أن هذه مشاعر طيبة تجاه والدتك ودليل على حرصك على نفعها وبرها بعد موتها لكن المسلم إذا أراد أن يحج عن غيره فلابد أن يكون قد حج عن نفسه أولا والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة والله أعلم ورحم وفتشركorman اشتركوا في القناة